سجلت وحدات الدارك الوطني خلال الفترة المبتدة من السادس إلى الثاني عشر من الشهر الجاري عبر إقليم الاختصاص تسعة وثمانون حدث مرور أصفرت هذه الحوادث عن وفاة خمسة وعشرين شخصاً وإصابة مائة وثمانية وعشرين شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة الولاية التي سجل بها أكبر عدد للحوادث هي عين الدفلة بتسعة حوادث البويرة واتفازة بسبعة حوادث الجزائر العاصمة بستة حوادث